اهلا بكم الى موجز احداث افريقيا على قناة الحدث الافريقي لقي عشرة اشخاص على الاقل مسرعهم في انهيار منجم ذهب غير مرخص له في غرب بوركينافاسو حسب ما ذكرت جمعية لعمال المناجم الخميسة وقال عباس ديره المسؤول في الجمعية المحلية في وقت مبكر بتاريخ ثامن فبراير الجاري حصر عمال مناجم مضيفا عدد القتل حتى الان عشرة ومؤكدا بذلك حصيلة اعلنها المسؤول الاخر في الجمعية موسى ودراوكو قتل مواطنان موريتانيان اثنان من المنقبين عن الذهب برصاص عناصر الجيش الجزائري الجمعة بحسب وكالة الانباه الاسبانية نقلا عن مصدر امني بمدينة زورات الاقرب الى الحدود مع الجزائر وحسب ذات الوكالة فان المنقبين اللقيا مصرعهما اثناء البحث عن الذهب في الاراضي الجزائرية وقد اصيب موريتاني ثالث ونجح بالوصول الى موقع شمالي مدينة زورات حسب المصدر ذاته وصدر الجيش الجزائري مركبتين اثنتين تابعتين للموريتانيين الجيش الموريتاني من جهته كان حذر مرارا المنقبين عن المعدن نفيس من مخاطر عبور الحدود الجزائرية او حتى التوجه صوب الحدود الشمالية للبلاد التي تشترك في حدود مع الجزائر والصحراء المغربية قتل ما لا يقل عن 25 شخصا اهم 22 مدنيا وثلاثة عناصر من الشرطة في هجوم شنه على الارجح جهاديون السبت في شمال بوركينفاسو على ما جاء في حصيلة جديدة اوردها حاكم المنطقة منحت منظمة اليونسكو يوم الأربعاء المستشار الألماني السابق أنجيلا ميركل جائزة مارموقة تكريبا لجهودها في فتح بلادها أمام اللاجئين خلال وجودها في منصبها وقدمت المنظمة الأممية لميركل جائزة فيليكس فويت بويني لسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكر عاصمة كوديفور تقديرا للقرار الشجاع الذي اتخذته باستقبال بلادها أكثر من 1.2 مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016 أكدت الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى المنفى وأنها ستعود قريبا في ظل توتر ديبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر وكتبت بوراوي التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سرحها بأمر قضائي ومغادرتها إلى فرنسا الاثنين لم أذهب إلى المنفى فأنا في بلدي هنا مثل ما كنت في الجزائر وأضافت عبر فيسبوك سأعود قريبا جدا إلى الجزائر بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة